تنصحني بايه لو انا عايزة اكون شخص اكتر انتاجية. لان انا ابزل شيء. يعني فيه ناس كتيرا يبتعطوا لك انا غير منتج حسنا انا عمليش حاجة حسنا. ازاي يكون شخص منتج اكتر. بس انا حياتي كلها ماشية بايه بمبدئين. طب ما بعرفش عايش من غيرهم. اول حاجة انا لازم ابسط اي حاجة قدامي. ما بعرفش اشتغل على الحاجة وهي منعكشها. يعني حتى اقرأ كتب لازم ابسطها. هو الكتاب ده خلاصته ايه? يعني انت عامل حاجة لطيفة ملخصات وحاجات كده. الخلاصة ايه? تبسيط الموضوع اصلا او الحياة او الدنيا. انا مسلا ما تجيدي تشوف مثلا. for example اللابتوب بتاعي. وانا بشتغل. انا بحاول التابز اللي مفتوحة فوق. واحد. ولو زنايت قوي. اثنين او ثلاثة. بيه ناس بشتغل بتبقى فتحة تابات رهيبة. كمية تابز. فنازم الدنيا بتبقى بسيطة جدا 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 جدا. والبساطة دي مش معناها ان انت يعني مش بتعمل حاجة ازا تقييمة. البساطة دي معناها ان انت بتختزل اهم الاشياء اللي بتجيب لك اعلى مردود. يعني انت بتعمل الحاجة اللي بتجيب لك اعلى مردود. فانا ببسط شيء وبعدين برتبه او بنظمه. فهما الاتنين دول. لما بتخلق تبسطوا الامور وما بيبقاش فيك ركيب بتاخد منطقتك. او بتسنزفك وما لهاش لازمة. لازم تبسط. يعني فيه خناقة دائرة دائما ما بيني وما بين مراتي. مراتي انتو فاشن والحتة دي. وانا شخص بلبس لونين بس تفتح. دولا بتلاقي لونين. تي شيرت بيضة في البيت. وتي شيرت سودة لما بخرج في اي حتة بر. فلان انا مش هقدر افرغ وقت كبير ان هلبس ايه الصبح. فببسط اي حاجة بتستنزف حاجة مش بتديلك النتيجة اللي انت عاوزها او فيه حاجات اهم. لازم تبسطها او تلغيها بنسميها دي او بازالة الكراكيب من حياتك. فالانتاجية دي معتمدة بشكل كبير. مش على قدريتي ان انا انتج اكتر ازماتش از ان انا اشيل الكراكيب اللي ممكن تكون بتستنزفني. هعمل ليه بعد كده في يعني مثلا انا من ضمن كان المايل ستونز اللي نفسي وصلها في البيزنس ان انا اشتغل ثلاثة ايام في الاسبوع. وقدرت اوصل لكده. رغم ان انا بدير ثلاثة شركات. بس بشتغل ثلاثة ايام في الاسبوع. واربعة فريستايل. انا عايز اشتغل اشتغل لو مش عايز ما اشتغلش. بس انا بشتغل لان انا بحب اللي انا بعمل له وبقدرش اوقف يعني في فيه عادت مسلا شهر او شهرين بحاول اطبق ده وما بشتغلش فعلا التلاثة الاربعة ايام البقين بس ما بكونش مبسوط. لا انا عايز اشتغل بس اتليست وصلت للنظام والتبسيط والامور والشغل والدنيا بحيث ان اقدر حقق ده. ففيه انتاجية عالية جدا بس وقت وليل وانت بتنظم حياتك زي ما انت عاوز. فالبساطة دي سر رهيب. حتى انا كتاب التالت اللي انا كتبته اسمه ميدوي سيمبليستي او البساطة الوساطية. يعني فيه ناس بياخدوا البساطة برضو ناحية الاكستريم. فانا كتبت كتابة عن البساطة لان هي مهمة جدا بالنسبالي. وفي راحلة اي رائد اعمال لان لو سبت نفسك للدوشة بتاعت كل يوم ومشاكل كل يوم وزحمة كل اليوم وما شيلتش كل شوية كده بتنظف الكراكيب. على مستوى ابسط مستوى الايميلات والفولدرز واللابتوب بتاعك والدنيا وعلى بقى كمان مستوى العلاقات والناس والموظفين والقرارات يعني. سي برضو انا بسألك ليه على الانتاجية هل فيه ناس تقول لك هل ينفع بقى مالتي تاسكر يعني ما شاء الله انت يعني سنك يعتبر صوائر مش كبير. شكرا عن مجاملة. لا لا يعني ما شاء الله انت كتبت ست كتب عندك شركتين او تلاتة بديد شركة عندك اسرة بتلات اولاد ما شاء الله الله اكبر ربنا يبارك لك فيهم يا رب يبارك لك فول حاجة. فانت انتكت امور ولسه يعني ربنا يدي لك تلت العمر وكده والبركة فيها ان انت انتكت. طب انا فيه السنة ده كده يبقى هو مالتي تاسكر. هل ينفع بقى منتج وفي نفس الوقت مالتي تاسكر يعني انا بقى بعمل حاجات كتيرة في نفس الوقت. في نفس اللحزة لأ يعني هو لازم في اللحزة اللي انت شغال فيها بتركز على حاجة واحدة. لك ممكن تبقى بتعمل اكتر من حاجة. يعني خلي اقول لك مثلا ولما بتنظم الامور الدنيا بتبقى اسهل. دي شركة التانية اللي انا اسستها او اول واكبر اكادمية في تعليم الشترنج للاطفال كوسيلة لتنميته وتطوير شخصيته. دي انا النهاردة تقريبا بعمل ميتنج واحد في الشهر مع التيم. وتقريبا ما بتدخلش فيها. وحاول اقنع ان هي تشتري تشتري الشركة. لان هي فعلا قائمة بكل حاجة. الا ما بتوصل لمرحلة ان كل حاجة فيه تيم قوي ودنيا شغالة. فهو محسوبة علينا انا عندي شركة ثالثة. بس هي مش واخدة من وقت اي حاجة. وطبعا شابو برفع القبعة للفريق اللي لانهم شايل من عليا كل اللوقت. ومش ضررت علي في اي حاجة. والعكس الدنيا ماشية وبتكبر ما شاء الله وكل حاجة. فهي كده قصدي. فانت مش معنى ان انت عندك حاجات كتير ان انت زي الاخطابوت بتعمل كل حاجة فيها. الدنيا ممكن جدا جدا تترتب وتبقى بحيس ان انت تدخلك كل شوية بيقل. فتقدر تمانج حاجات تانية في حياتك. وبرضو هو كله بيرجع لي انف تبقى عارف كويس او انت عايز ايه من البيزنس بالذات. لان البيزنس هو كائن اخطبوطي. لو كبر بدون ما تتحكم فيه. ممكن انا انت متخيل ان انا بساعات بقعد مع ناس رواد اعمال يقول لك ولا يوم من ايام الوظيفة. فبقى عايز اخبط دماري في الحراء. كتير. يعني ايه? كتير بيبقى. ازاي? اريادة الاعمال دي? دي اجمل حاجة في الدنيا. دي متعة ما بعدها متعة. انت ازاي شايفها كده? ليلة ان هو بيبقى طبعا البيزنس بالنسبة له كابوس. او هو ورت نفسه في تصاقم ان هو ينمو نمو متسارع جدا. بيعاين ناس مش فتنج. مشاكل مشاكل. مشاكل انا بسحك كل يوم الصبح حل مشاكل وارجع ايه? انام واسحك حل مشاكل. فاقيل فين بقى هنا الاسر والمتعة والشغف. راح الكلام ده كله. فانت لازم تبقى حاذر جدا ودي اودي. انا يعني بحمد ربنا ان طبيعة شخص سبحان الله اه يعني الرحلة بتاعتي من احد الدروس الكبيرة اللي تعلمتها. ان بتولد الاحلام دايما جوا الاشخاص القادرين على تحقيقها. رغم ان انا كنت حذر وانت واقي. بس ده خلاني يخش في مجال ريادة الاعمال من منظور مختلف خالص. ان انا مش مستعجل. انا حذر جدا عايز احافظ على الحاجات المهمة. انا عايز ريادة الاعمال يعني حرية مرونة. اثر عايز احافظ على ده. لو لقيت ان انا هكبر والمادة هتضغى وناخد مشاريع هتجيب لنا فلوس بس مش هنبقى مبسوطين. لا بالعميل ولا بطريقة الشغل ولا الكلام ده. فهنخسر بقى كل اللي احنا عاوزينه. فلازم تبقى عارف انت داخل يا تاعمال انت عاوز ايه? انت عايز تطيب اثر. تعمل انت بتحبه. عايز مرونة في اللايف ستايل بتاعك. عايز تقعد مع ولادك. وتحضر معهم التمرين وتشوفوا هو الكوتش بيسقف له. ولا انت عايز ايه? فانت مهم جدا الحتة دي. وده جزء من كلمة اللي بقولك بسط حياتك. البساطة معناها الاستمتاع بالقليل. الاستمتاع بالقليل. انت لازم تختار ايه اللي بيبسطك? وايه اللي انت عاوزه فعلا? وتجنب كل حاجة تانية. يعني مش مش حاجة حلوة ان انت تقول انا فتحت عشر فروع. بس انت اتضمرت خلاص. انت كبني ادم مش موجود. لا عايش لا في حياتك. في ناس على فكرة ما يفرقش معاه. انا مش فارق معاه الاسرة وانا عايز مجدي الشخصي. هو انت عارف انت عاوز ايه. فهو بالنسباله ان هو يشغال 24 ساعة في 24 ساعة ده جزء من هويته ومبسوط بكده.